تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعا برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة احتفال مملكة البحرين بعيادها الوطنية يومي السادس عشر والسبع عشر من ديسمبر رحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية والذكرى الخامسة والأربعين لانضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضية والذكرى السابع عشر لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم هذا نصها صاحب السمو الملكي العم العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني أن أبعث لسموكم الكريم أسماء آيات التهادي والتبركات بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بعيادها الوطنية في السادس عشر والسبع عشر من شهر ديسمبر وإحياء ذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي منذ عام 1783 ميلادية وذكرى الخامسة والأربعين لانضمام مملكة البحرين للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية وذكرى السابع عشر لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في المملكة وبهذه المناسبة نثمن عاليا جهود سموكم حفظكم الله وإسهامكم فيما تشهده المملكة من نهضة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه قائد المسيرة المباركة كما أنها مناسبة وطنية عزيزة علينا أيضا نستذكر فيها شهداء الواجب في يوم الشهيد الذي خصصه جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه تخليدا لشهداء البحرين وإخلاصهم وعطائهم لهذا الوطن الغالي داعين الله أن يمتع سموكم بالصحة والعافية وطول العمر لمواصلة العطاء الوطني الذي توالون بذله خدمة لهذا الوطن ونمائه ويديم على مملكة البحرين عزها واستقرارها ودمتم سموكم سالمين موفقين ابنكم سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها صاحب السمو الملكي لابن العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلقد اطلعنا بالتقدير على برقية سموكم الكريم المهنية لنا بمناسبة احتفالات البلاد بذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككياد عربي إسلامي عام 1783 ميلادية وذكرى الخامسة والأربعين انضمامها إلى الأمم المتحدة دولة كاملة العضوية وذكرى السابعة عشر لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد والذكرى الثانية ليوم الشهيد وإنه ليسرنا في هذه المناسبة أن نعبر لسموكم عن شكرنا لما تضمنته برقيتكم من مشاعر وطنية نبيلة نعتز بها كثيرا كما ويسرنا أن نعبر عن تقديرنا لما تعلون بذله من جهود مخلصة في خدمة الوطن الغالي سائلين المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء